الموضوع المهم الذي يشغل الشارع وشبابنا من خرجين الكليات المدنية حاصلين على شهادة البكالوريوس هو القبول اللي تم نشرة من خلال مواقع التواصل الخاصة بوزارة الدفاع واللي هو تقديم على دورة 87 دورة تأهيلية 87 حقيقة احنا بدينا في بداية الاعلان عن القبول كان القبول يشمل عدد من الاختصاصات وانا اردى اوضح للشباب وخريجين الكليات انه تم تشكيل لجنة في وزارة الدفاع هذه اللجنة درست بشكل دقيق احتياج الوزارة من الاختصاصات حتى يكونون ضباط بصنوف الجيش العراقي وتم تحديد عدد من الصنوف اللي هي يعني نحتاج على سبيل المثال صنف الاتصالات او صنف الهندسة العسكرية او صنف الاعلام وبالتالي تم اختيار الكليات المدينية المرادفة لهذه الاختصاصات حتى يكونون ضباط بهذه الاختصاصات اتلقينا عدد من الطلبات ومن المناشدات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال طلبات من قبل الخريجين انه كانوا يطلبون من عدنا انه يعني نشمل الجميع بهذا التقديم وفعلا عرض هذا الموضوع على انظار السيد الرئيس اركان وسيد وزير الدفاع المحترم حصلت موافقة السيد الوزير على فتح القبول لكل الخريجين بكل الاختصاصات وتكون الحرية للاختيار لوزارة الدفاع باختيار الخريجين المتميزين وحسب الاختصاصات اللي يحتاجها الجيش بالاضافة ذلك من المحتمل انه نحتاج او رح نختار عدد من الطلاب اللي يعني كلياتهم ما رح تكون مطلوبة بالجيش ولكن رح نحولهم الى صنوف اخرى باعتبار انه الطالب اكمل الدراسة بالكلية العسكرية وبالتالي بالامكان انه يعني يخدم في صنف اخر غير الكلية اللي يعني درس بيها وتخرج من عده الموقع الالكتروني هو الموقع المخصص لاستقبال الطلبات من قبل الطلاب الراغبين بالتطوع للكلية العسكرية هذا الموقع كان مخصص الى ثلاثة ايام تم تمديده الى ثلاثة ايام اخرى عدد المقدمين لحد هذه الدقيقة اللي انا اتكلم بها هو تقريبا وصل الى خمسين الف متقدم وحقيقة هذا فشي مفرح ونحس بالفخر ونشوف انه شبابنا خريجين الكليات لهم رغبة بالجيش العراقي ولكن يعني ما نريد احد يزعل من عدهم علينا لانه جيش عنده طاقة محددة للاستيعاب فبالتالي رح تكون عندنا فرصة لانتخاب الافضل من هؤلاء يعني يمكن بعض الطلاب المتقدمين يراودهم انه سيكون القبول يعني ما مبني على المهنية على السياقات الصحيحة بالاختيار انا احجيها واني عندي ثقة كاملة انه المتقدمين رح يخضعون الى فحص طبي دقيق جدا شبيه بالفحص الطبي اللي اجرينا على طلاب الكلية العسكرية الاولى وبالاضافة الى ذلك فحص طبي وفحص لياقة بدنية رح يشرف عليها فريق مختص من الطبابة العسكرية من الامور الطبية بالاضافة الى فريق من التدريب البدني وبعد ذلك نسوي تدقيق امني ومن يشتاز هذه المراحل الثلاثة رح يخضع الى مقابلة بعد المقابلة رح يصير عملية تقييم واختيار يعني ابدا ما رح يكون اكو تمييز ما بين طالب واخر ما رح نعتمد غير المهنية باختيار الطلاب نهج العمل مالتنا هو مهني جدا بل بالعكس احنا ننظر لجميع بنظرة واحدة رح يشمل هذا التقديم المدنيين خريجين الكليات المدنية بالاضافة الى ذلك العسكريين اللي هم منتسبين بوزارة الدفاع والحراس الشخصيين والموظفين المدنيين ولكن اكو اختلافات بين فئة واخرى الحراس الشخصيين بالاضافة الى المدنيين عمرهم ووفق القانون احنا ملتزمين بقانون هذا القانون اقر من قبل البرلمان العراقي فبالتالي ما عدنا صلاحية يعني بأي مسمى من المسميات في وزارة الدفاع بتغيير الفئة العمرية القانون يقول يجب ان لا يتجاوز عمر المتخرج عند حصوله على رتبة الملازم 26 سنة من حسبناها لقناها 14 تموز 98 يفرق عندنا فقط موضوع واحد الى وهو العسكريين من هو منتسب بالجيش العراقي يعني جندي او ضاب الصف القانون ينطي سنتين اضافية يعني يمنح رتبة الملازم بعمر لا يتجاوز الـ 28 وابوابنا مفتوحة طبعا بالمناسبة هذا الموضوع يشمل كل القوميات كل من يحمل الجنسية العراقية هو مرحب به انه يكون جزء من الكلية العسكرية ومن الجيش العراقي نفس الميادين ونفس الاختبارات اللي خضع لها الطالب بالكلية العسكرية الاولى رح يخضع لها الطالب اللي رح يدخل بالدورة التأهيلية حصلت الموافقة انه تمتد الدورة التأهيلية تكون بدلا منه 6 شهر رح تكون 9 اشهر وبالتالي رح تكون دورة مركزة مكثفة نضمن من خلالها انه الخريجين يكونون عندنا هم خريجين قادرين على القيام بواجباتهم بشكل صحيح التدريب رح يكون يعني تدريب مميز الضبط العسكري رح يكون عالي جدا ماكو تمييز بين طالب واخر بل بالعكس يمكن الدورة اللي رح تتخرج قريبا واللي هي الدورة 86 يعني مستواها يضاهي ويكون قريب جدا من خريجين الكلية العسكرية الاولى مبدئيا يعني المقرر انه الدورة يعني يتم استقبالها في شهر العاشر القادم مننا من اليوم الى حد شهر العاشر رح تكون هذه الفترة مخصصة للاختبارات البدنية والطبية والمقابلة ومن ثم التدقيق الامنية واختيار ان شاء الله المقبولين بهذه الدورة موسيقى 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 موسيقى